انقطعت الانترنت في عدة دول إفريقية منذ صباح أمس الخميس بسبب تضرر أسلاك اتصالات بحرية وفق ما أعلنت عنه شركات الاتصالات وتمر معظم حركة الانترنت في العالم عبر عشرات أسلاك الألياف الضوئية الموضوعة على طول قاع البحر يمتد واحد من أطولها 15 ألف كيلومتر من البرتغال إلى جنوب إفريقيا وأوضحت شركة MTN Group الجنوب إفريقية في منشور على منصة X أثرت أضرار في أسلاك بحرية رئيسية على خدمات الاتصال في الكثير من دول غرب إفريقيا وأشارت إلى أنها تحاول إعادة توجيه تدفق حركة الانترنت إلى مسارات بديلة وهي تعمل مع شركاء لإصلاح الأسلاك من دون تقديم تفاصيل حول الأضرار وكانت ساحل العاجل أكثر تأثراً بانقطاع الانترنت تليها ليبيريا وبنين وغانا وبوركينا فاسو وشهدت الكاميرون والغابون وناميبيا والنيجر ونيجيريا وجنوب إفريقيا انقطاعات أقل شدة وفقاً لمجموعة مراقبة الانترنت العالمية نيت بلوكس في جنوب إفريقيا كتبت الشركة المشغلة للاتصالات Vodacom على XANA مشكلات اتصال حدثت بسبب أعطال عدة في الأسلاك البحرية من دون تقديم تفاصيل إضافية ترجمة نانسي قنقر